أحبائي أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي استيقظ من قناة الأرمي بحييكم من ديترويت سلام المسيح معكم معكم خادم الرب الأخ عطم ميخايل وأهلا وسهلا بكم أحبائي بذكركم نحن في بس مباشر الآن على الهوى أين ما كنتوا إن كنتوا في أمريكا ولا في كندا ولا في المكسيك ولا في أستراليا أوروبا الشرق الأوسط عم بيتابعونا الآن على قناة الأرمي المجال مفتوح تمسكوا التليفون تتصلوا فينا أهلا وسهلا بكم أحبائي بفرصة مؤاتية إنه لعنده مداخلي لعنده سؤال لعنده مشاركي المجال مفتوح إنه هاي نتعلم كلنا مع بعضنا البعض من كلمة الله اليوم بنعمة الرب عنوان الحلقة التغيير من خلال المحبة المغيرة المحبة المغيرة هذه حلقتان اليوم أول حلقة والأسبوع الجاي أنت أن الرب فيما جئه نعمل الحلقة الثانية بنعمة الرب المحبة المغيرة رأم واحد وقراءتي اليوم بنعمة الرب من إنجيل متى لصحر الخامس والعدد التاسع وتقول كلمة الله توبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون توبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون أحبائي عم نعتي مع بعضنا البعض عم بعتيكم التطويبات التسعة اللي أعطانا إياهم الرب الحبيب يسوع في موعزته الشهيرة على الجبل في متى خمس ست سبعة ويعني السؤال هون شو عن الرب وقت اللي قال توبى لصانعي السلام لأنهم يعينون الله لأنهم أبناء عفوا لأنهم أبناء الله يدعون توبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون اليوم وصلنا بنعمة الرب إلى آخر تطويبة حندرسهم مع بعضنا البعض قلنا في الماضي بأنه هناك عندنا تسع تطويبات تسعة ولكن حنكتفي بسبعة ليش لأن التطويبتين الأخيرتين بيشبهوا اللي سبق ودرسناهم من قبل مع بعضنا البعض تطويبتنا اليوم بتقول توبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون أبناء الله يدعون أحبائي لازم نعرف أنه بسبب الدغوطات الكثيرة اللي بيوجهوها الناس اليوم هذه الدغوطات غيرت في أطباع الناس بتشوف الأطباع الناس صارت شرسي صارت تعيسي جداً بسبب الدغوطات يعني غيرت في تصرفات الناس غيرت في أطباع الناس غيرت في كلام الناس في تعاطي الناس بعد مع بعض فوقت اللي بيقول الرب الحبيب يسوع هون توبى لصانعي السلام من الصعب جداً أنك تصادف أشخاص بينقال عنهم هذا القول المبارك بأنهم صانعي سلام اليوم صعب جداً تلاقي يعني صنع السلام صار عملة نادرة في هالأيام الأخيرة إن كان بين الأفراد أو الجماعات أو حتى في الكنيس بتلاقي كنيسة بتحارب كنيسة ليش أنحنا تعليمنا أحسن وموقفنا أحسن يعني ما تعتب على الأفراد وعالناس على الجماعات في الخارج المشكلة ضمن الكنيسة اليوم تصوروا السياسيين اللي بارعين في السياسة في هذا الأمر تخيلوا بأنه الأشخاص المحترفين مش قادرين يصنعوا السلام أعظم السياسيين بتلاقيهم بيشدوا بيقدوا بدون يعملوا السلام مش قادرين يصنعوا السلام فكيف نحن الناس البوسطة اللي مغلوب على أمرنا كيف الرب بيطلب مننا هايك طلب كيف هل نقدر نقوم بهذه المهمة نكون صانعي سلام سؤال وجيب ينسأل يا جماعة إذن المحترفين في السياسة مش قادرين يحلوا السلام في العالم نحن الناس الغلاب البوسطة نحن فينا أمر أمر أكتر من طاقتنا يا أحبة إننا نقوم فيه الحقيقة قال أحبائي الأمر اللي يقال ما فيش سلام للإنسان تأكدوا إنسان ما عندوش سلام مهما جرب هذا الإنسان يحصل على السلام وينال السلام مش هيقدر يحصل على هذا السلام ما بيقدرش أبدا ليش لأنه من أيام إرميا النبي إذا بتقروا بسفر إرميا يعني ما يقارب لألفان وسبعمائة سنة من الآن والناس عم تصرخ هذه الصرخة الناس بدها سلام ولكنها بعدها ما حصلتش على هذا السلام الناس بدها سلام بس ما فيش سلام ومش لح تقدر تحصل على السلام لأنه الكتاب بيقول على فم النبي إرميا الوحي الإلهي بالحري بيقول على فم النبي إرميا في إرميا ستة عدد أربطعش ويشفون كسر بنت شعبي ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولكن الرب جاوب ولا سلام يشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام بدنا سلام ولكن الجواب بيجي من السامة ولا سلام فأمام صرختهم الميؤوس منها هذه أمام هذه الصرخة الميؤوس منها نسمع الرب عم بيجاوبهم وبيقلهم في سفر إشعياء النبي إشعياء 48 عدد 22 لا سلام لا سلام لا سلام قال الرب للأشرار نعم ما فيش سلام ما تتعبوش ما فيش سلام كل الأجيال أحبائي كل الأجيال على الاطلاق ما شفتش السلام ما بتعرفش السلام وبالأخص جيلنا الحالة اللي نحن عايشين فيه اليوم جيلنا الحالة اللي نحن عايشين فيه اليوم كل يعني ما فيش سلام أبدا مع التطور العلمي والتطور الاقتصادي والرخاء بالعالم اليوم كلما الناس بتصرخ بده سلام أكتر كل التاريخ التاريخ كله مملوء بالحروب وإجانا أخيراً الاختراعات الحديثة أدخلت هذه الاختراعات الأسلحة الفتاكة إلى الساحة العالمية اليوم لدرجة أن العالم كله اليوم مهدد بالفناء فبتشوفوا العالم بأسره عم بيصرخ هذه الصرخة دخلكم من فضلكم اعطونا سلام بدنا سلام ولكن نسمع الرب عم بيقول على فم إرمي النبي لا سلام لا سلام قال الرب للأشرار ما فيش سلام ما تتعبش يعني وحب بيقل لي أخ عطي أنت شوها البشارة الحلوة عم بشرنا إياها حبي بدنا سلام نحن وبتقلنا الرب عم بيقلنا ما فيش سلام ما فيش سلام بس لحدلكم على الطريقة اللي بتنالوا منها السلام يعني بيظهر للسامع أو للشاهد المشاهد اليوم من خلال كلامي هون بأن العملية عملية تعجزية يعني كأنه نحن عم نعجز الناس بهالكلمة إذا الإنسان مش بمقدوره يكون في سلام إذا الإنسان مش بمقدوره يعمل سلام إذا الإنسان مش بمقدوره يحصل على السلام طيب شو الحل لا شو عمل الحلقة يعني عم تحكينا عم تعجزنا يعني ويحب يقول لي عم تعجزنا يعني عم تعطينا أنه ما فيش سلام طيب شو وصلنا لنا مثل واحد بيحط التاني بيوصله بنص البير وبيقطع الحبل فيه هاك كأني أنا في البداية في المقدمة عم بيّن هاك ولكن أنا مش هاك لح ترجيكم الحل من كلمة الله المباركة أحبائي هذه التطويبة بتتناسب مع كل العصور وخصوصا مع عصرنا الحالة هذا تعفوا ليش لأن إذا العالم والحكومات والسياسيين والمحترفين مش قادرين يقدموا السلام للناس كيبا تنحل كيبا نحلها القصة أحبائي الله قادر أنه يحلها هو حلال المشاكل وحده الله أبقى لنفسه بقية تقية وهذه البقية التقية أحبائي تقدر تقدر بمقدورها أنه تعطي السلام وتحل السلام وتقدم السلام وتحصل على السلام وتريح الناس من خلال هذا السلام نعم أحبائي إذا في الخارج مش قادرين يعملوا السلام أحبائي هناك مكان واحد ما فيش غيره مكان توجد فيه بقية تقية تقدر تقدم هذا السلام تقدر تتمتع بهذا السلام وتقدر تعطيك هذا السلام وهذا المكان تعفوا من هو؟ وين هو؟ هو كنيسة الرب يسوع المسيح السلام موجود في كنيسة الرب يسوع المسيح فعلا أحبائي خلينا ننتبه إلى هذه الحقيقة ننتبه إلى هذه الحقيقة الإنسان مش ممكن يكون صانع للسلام إذا ما كان عنده أولا سلام مع نفسه برجع بعيدا الإنسان ننتبه إلى هذه الحقيقة الإنسان مش ممكن يكون صانع سلام إذا ما كان عنده أولا سلام مع نفسه يعني أنا مش قادر أعطيك سلام فرغ لك السلام إذا ما كنت أنا مملوء بالسلام لازم يكون السلام فائد من قلبي حتى أقدر أعطيك إياه إذا ما كان السلام نابع من داخلي ما بينفعش ما بينفع أبدا فعلى هذا السلام تعطينا لازم يبدأ بفكروا الناس أن السلام من حولهم دائر من دارهم يعني أنا بحصل على السلام من بارة عزيزي السلام ما بيجيكش من بارة السلام لازم يبدأ في القلب من الداخل في الداخل أولا في القلب من القلب من الداخل تخرج الأمور فننتبه هذا السلام لازم يبدأ من القلب ومن ثم عندما ينبع من القلب ويفيد من القلب إلى الخارج هتشوفه طبيعياً حينضح للخارج وينشر العدوى في الكثيرين اللي من حولك برجع بسأل معقولة يكون السلام مفقود عند الناس في الخارج يعني ما فيش يعني معقولة ما فيش أبداً سلام عند الناس يعني بس الكنيسة عنده سلام والناس بره ما عنداش سلام هناك من يمكن يقول لي يا أخ عطى يعني لا تخه ولاكسر مخه يعني شيء منه بمعنى آخر أنه مش معقول ما يكون فيه سلام عند الناس في الخارج مش معقول أبداً ما يكون عند الناس عنده سلام صحيح صحيح السلام في الخارج أو العالم في الخارج الناس في الخارج عندهم سلام ولكن سمعوا لي منيها سلام العالم سلام مزيف سلام العالم سلام مصلحة سلام العالم سلام مؤقت سلام العالم مزيف بكل ما للكلمة من معنى فيك تقول عنه بأنه سلام وهمة فيك تقول عنه سلام مشروط فيك تقول عنه سلام على مصلحة فيك تقول عنه سلام مؤقت فيك تقول عنه سلام على غايات ومقارب شخصية إلى ما هنالك من أنواع السلام الفارغ ما قاله معنى أبداً سلام فهرغ توبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون تاب كيف يعني سلام وهمة سلام مشروط سلام على مصلحة سلام مؤقت سلام على غيات ومقارب إلى ما هنالك تاب كيف كيف يعني يعني تصوروا بيخودوا الحروب شفنا على الشاشات التلفزيون منشوف دولة بتقوم حرب على دولة تانية بيخودوا الحروب ضد بعضهم البعض بيغزوا بعضهم البعض بيحاربوا بعضهم البعض بيضربوا بعضهم البعض في النهاية واحد من الفريقين بيتغلب على الآخر وبيربح الحرب بيربح المعركة الخسران بيستسلم بيرفع العشرة بيقول أنا خسر يعني فبيجلسوا بيجيبوا الفريق الرابح وفريق الخاسر بيجلسوا على طاولة الاستسلام وبيعملوا مفاوضات مع بعضهم البعض بيمدوا اتفاق وقف اطلاق النار وبيعهدوا بعضهم البعض حتى يحافظوا على هذا الاتفاق لكن الطرف المخزوم بالرغم من أنه مضى مضى على اتفاقية سلام شبه وهمية بيروح وفي قلبه حقد وضغينة يعني بيروح وعينه محمرة على الفريق اللي هزبه على الفريق اللي ربح الحرب بيشوفوا بين الطواف الغير مسيحية اليوم الطواف الموجودة في شرقنا الأوسط هايدي الطائفة بتحارب هاي الطائفة والفريق الخاصر ماضي اتفاقية سلام يعني بيروحوا وعينه محمرة على الفريق اللي هزموا على الفريق اللي ربح الحرب وبيدل هذا الحقد بتدل هذه القراهية بتدل هذه الضغينة في قلب المهزوم إلى أن تأتي الفرصة فرصة أخرى يقدر يتغلب فيها على عدوه الغالب شو رأيكم عم بيحكي كلام جبره هندسة ولا عم بيحكي حق هايدي عم بتشوفوه عم بتشوفوه النصب أعيوننا فمنسأل هون أحبائي نسأل أنا وإنت شو نتيجة الأمر شو نتيجة الأمر يعني شو منستنتج من الصورة اللي رسمتها الآن أمامكم هون في هذه القصة اللي حكيتكن ياه أو التشبيه اللي حكيتكن ياه رابح الحرب صحيح رابح الحرب لكنه خسر السلام إلى الأبد مع خصمه مضى اتفاقية سلام وهمية المهزوم راحه الحقد والكراهية في قلبه اللي رابح الحرب صحيح رابح الحرب ومضى اتفاقية سلام ولكنه عن حق وحقيق خسر السلام إلى الأبد مع خصمه للأسف والأنسانية ككل أحبائي هي في حرب البشرية كلها في حرب الإنسانية كلها عم تطاحن مع بعضها البعض سبب سبب هو لأنه ما عندهمش سلام القلب الحقيقي في دخلهم لو عندهم سلام القلب بيكونوا مسالمين توبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون تعرفوا وقت اللي الإنسان العادي بيتحدث عن السلام تعرفوا شو بيعني فيه إنسان العادي وقت اللي بيحكي عن السلام شو بيعني فيه بيعني فيه عدم وجود مشاكل أو حرب يعني إذا أنت فيه سلام مع جارك يعني ما فيش مشاكل بينك وبينك هذا التعريف البسيط عند مفهوم الناس يعني إذا يعني ما فيش حرب ما فيش مشاكل بيني وبين جاري ما فيش مشاكل بين هالدولة والدولة يعني هني شو في شو فيه سلام هني فيه سلام طيب هلأ لنفترض أنه فينا نعمل سلام بين الدول نعمل سلام بين دول والكل عايشين يا سلام كل عايشين فيه أمان وفيه سلام والكل خادع لقوانين دولية هل لح يتمتع الإنسان بالسلام شو رأيكم لنفترض أنه الأمم متحدة قدرت تعمل سلام بين كل الدول اللي من حولنا أمم متحدة قدرت تعمل سلام مع كل الدول اللي حولينا أوكي هذي فرضية نفترض أنه يمكن تتوصل تعمل الأمم متحدة سلام بين الدول كوي ولكن فكروا معي شوية أي نوع سلام هيكون هذا السلام أي نوع سلام لا هيكون هذا السلام هيكون سلام هش هيكون سلام مؤقت هيكون سلام مزيف هيكون سلام مشروط هيكون سلام له مقارب ومقاصد مش هيقدر العالم يعطي للإنسان سلام القلب طم من بالك لا الأمم المتحدة ولا الدول ولا الجماعات ولا المؤسسات ولا حدا بيقدر يعطيك سلام القلب إذا عتيوك سلام هيكون سلام هش هيكون سلام مؤقد هيكون سلام مزيف هيكون سلام مشروط انت بغنى عليك مثلا شو بدنا فيه ده مش هيقدر العالم يعطي الإنسان سلام القلب مش هيقدر الإنسان يكون في سلام مع الآخرين إذا الإنسان منوش في سلام مع نفسه إذا ما تصالح مع نفسه أولا يتصالح مع الله وثانيا يتصالح مع نفسه ننتبه برجع بعيدة هذا الأمر خطير مش هيقدر العالم يعطي الإنسان سلام القلب مش هيقدر الإنسان يكون في سلام مع الآخرين إذا الإنسان ما كان في سلام مع الله أولا ومع نفسه ثانيا إذا ما تصالح مع الله في مشكلة إذا ما تصالح مع نفسه في مشكلة وقت القلب يكون في سلام مع الله ساعتها أنا وإنت وإنت فينا نكون صانعي سلام لأنه السلام حيفيد بدون صعوبة من قلوبنا ويوصل ويشمل الآخرين اللي من حولنا تعافوا الرسول بولوس لم يقول تصالحوا مع الله لم يقول نحن التصالح يعني نحن في عداوة مع مين مع الله لم يقول أنا بيطلب مني تصالح مع الله يعني أنا في عدم سلام مع الله أنا محتاج أعمل سلام مع الله فإذا أول نقطة حتى أقدر كون صانع سلام لازم كون في سلام مع الله وعندما أكون في سلام الله أبدأ أتعرف على أتصالح مع نفسي كون في سلام مع نفسي حتى أقدر كون في سلام مع الآخرين وقت اللي القلب بيكون في سلام مع الله ساعتها أنا وإنت وإنت فينا نكون صانعي سلام لأنه السلام أحبائي حيفيد بدون صعوبة بدون أي عوائق من قلبي من قلبك ويوصل ويشمل الطرف الآخر اللي من حولي يعني منعد الآخرين سلام لأنه السلام فياد وجياش في قلبي أنا متصالح مع إلهي متصالح مع نفسي أنا حكون في صلح وفي سلام مع غيري تتذكر وقت للملاك بشر الرعاة ليلة زهوره زهوره إلهم شو قالهم إل وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة على الأرض السلام وبالناس المصرة نحن قبل شوية قلنا أن العالم ما فيش سلام كيف الملاك بيقول للرعاة على الأرض وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة كيف لحيعم السلام على الأرض الرب الحبيب يسوع بيعطينا الجواب بيحنى 16 عدد 33 كتكلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام كتكلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام بدك سلام مع الله لازم يكون إليك سلام مع المسيح ما فيك تتصالح مع الله إلا من خلال المسيح كتكلمتكم بهذا ليكون لكم فيا في المسيح سلام مش تكون مسيحي أتعس إنسان في الوجود والمسيحي أكثر حطب جهنم إني المسيحيين هو عتتزرع عندك مسيحي ما قالك لتكون مسيحي لحيكون عندك سلام كتكلمتكم بهذا ليكون لكم فيا في المسيح سلام هل المسيح فيك وإنت في المسيح قال له للآب السماوي أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم نعم هل المسيح فيك رجاء المجد؟ هل أنت في المسيح؟ ربي ساعدنا كتكلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام هل أنت في المسيح ليكون فيك سلام المسيح؟ أحبائي سلام القلب هو أحد المفاتيح اللي بيفتح للإنسان طاقات السماء نعم أحد المفاتيح اللي بيفتح للإنسان طاقات السماء وهذا السلام الفريد من نوعه هو في رب السلام نفسه اللي إجا حتى يعطيني ويعطيك ويعطيك هذا السلام في شخصه الرسول بيقبولس بيقلنا الحقيقة لأنه هو سلامنا نعم هو شخصيا شخص المسيح اللي سكن فيه بالروح القدس هو سلامه نعم كتكلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام بدك سلام؟ تعال المسيح صعب يا الأدية؟ مش صعب كل ما يتطلب الأمر أنك تكتشف نفسك أنك فاقد السلام محتاج للسلام تعال نبع السلام تعال عند الرب قال له يا رب أنا سمعت أني لازم كون فيك وأنت في أنتم في أبي وأنا فيكم وأنتم في بيرجع بيقول اختارنا في المسيح وبيرجع بيقول المسيح فيكم رجاء المجد أنا سمعت يا رب أنه لازم كون فيك وأنت في لازم تسكن فيه بالروح القدس وأنا بعرف أنه إذا سكنت فيه بالروح القدس هتعطيني سلام القلب والرسول بولوس قال لأنه هو سلامنا نعم المسيح بشخصه هو سلامك اسأل نفسك هل أنت في المسيح والمسيح فيك ولا يرى طبطبني طبتك العافي مش عارف وين الله حاطتك كمسيحي أنا أمكان المسيحيين وغير المسيحيين أهلا وسالة فيك تسمع للبرنامج إذا البرنامج لمصلحتك لصالحك لأبدي نعم فمن فضلك كتكلمتكم بهذا إيه ليش ليكون لكم في سلام أحبائي خلونا ناخد وقفة مع المخرج ومن ثم نرجع لكم والرب يبرككم من جديد أحبائي بحييكم من قناة الأرامية مع برنامجكم الأسبوعي استيقظ معكم خادم الرب الأسيس عطم خيل سلام المسيح معكم أهلا وسهلا بكم أحبائي من تابع دراستنا المحبة المغيرة الحلقة الأولى بعد أننا حلقة مستقبلة الأسبوع الجاي إذا ما كان في الفاندريزين لكن بعدين نحن من نوعدكم أنه حنتابع برامجنا وتكون عند حصن ظنكم بنعمة الرب فقالنا نحن أحبائي ربي قلنا كتكلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام سلام القلب هو أحد المفاتيح اللي يفتح للإنسان طاقات السماء وهذا السلام الفريد من نوعه هو في رب السلام نفسه مش منه في هو اللي إجح حتى يعطينا هذا السلام في شخصه المبارك مثل ما ذكر رسول بولوس لأنه هو شخصياً مش من يأخذ منه هو شخصياً شخصه لأنه هو سلامنا هو شخصياً سلامنا فالإنسان بيكون فيه سلام أحبائي إذا قبل سلام الله في قلبه وما بيقدر الإنسان يكون صانع سلام إذا بعد المعركة دائرة في داخله لا أفترض أنا جيت عند المسيح أخذت سلام القلب أنا تصلحت مع الله من خلال المسيح بس أنا بعدني جوه فيه سراع أنا عم صارع جوه المعركة دائرة في داخلي ما فيه عيش فيه سلام هكذا إنسان حتى لو دائنا نفسه مؤمن لا مع نفسه ولا مع الآخرين يا ما ليش الكنيس بتلاقي فيه مشاكل بالكنيس لأنه الأشخاص اللي بيعملوا المشاكل مع بعضة ما نهمش في سلام مع نفسه إذا ما مضى اتفاقية سلام مع الله أولا ومن ثم مع نفسه المعركة دائرة المعركة دائرة وقالله يستر نعم فما فيه إنسان بيقول عن نفسه مؤمن مسيحي بيقول أنا تصلحت مع الله ولكن أنا مش فيه سلام مع أخوي وأختي هذا بيكون عم يغيش نفسه نعم إذا ما مضى اتفاقية سلام مع الله أولا ومع نفسه ثانيا ما فيش سلام طيب هل هناك تأكيد أو إثبات أو أي شاهد كتابة على قول هذا ولا أنا عم صف كلام بكلام تتذكروا كورنيليوس تقروا سفر أعمال الرسل صح العاشر رجل اسمه كورنيليوس شوفوا الله شو بيشهد عنه هذه الشهادة بيقول عنه الكتاب كان رجلا تقيا يخاف الله مع جميع أهل بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين عجيب شوفوا الصفات صفات ولا مؤمن حملها رجلا تقيا يخاف الله مع مش بيخاف الله واحد علم عائلته تخاف الله يخاف الله مع جميع أهل بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله مش ثلاث ركعات ولا خمس ركعات يصلي إلى الله في كل حين تاب هذا الشخص مش لازم يكون فيه سلام لازم يكون فيه سلام هذا الشخص لازم يروح على السماء هذا الشخص كان رايعي جهنم وعم بيصارع مصارع ما بعده مصارع فيه قلبه تعفوا ليش ما فيش سلام ولكن لأنه قلبه عم بيفتش عن الحقيقة إن شاء الله يكون قلبك هاك عزيز السامع والمشاهد إن شاء الله يكون قلبك عم بتفتش عن الحق لأنه قلبه هاك يعني مخلص مع نفسه ومع الله ما تركوش الله بعث له ملاك قال له يا كورنيليوس صلواتك صدقاتك حسناتك حسناتك السعدت تذكارنا من الله يا تلعب زي البخار هل أدي يا رب كل شيء عم بعمله تاقي خائف الله بعمل حسنات وبصلي إلىك سعدت تذكارنا طيب شو بعمل قال له إذا بو استدعي سمعان الملقب بطرس وإجا الرسول بطرس عن مين عن كورنيليوس أول ما دخل بيت كورنيليوس قال له يا كورنيليوس الله لا يقبل الوجوه في كل أمة الذي يتقيه مقبول عنده يعني كل إنسان في كل أمة عم مخلص عم فتح عن الحقيقة يتقي بيفتش عن التقوى الله ما بيتركوش مقبول عنده قال له جئت طيب شو بدي أعمل قال له جئت أبشرك بالسلام يا رب أنا أنا بصلي وبصوم وبعمل حسنات وصدقات كل الأمور نقصني السلام قال له جئت أبشرك بالسلام بيسوع المسيح هذا هو رب الكل نعم شو نقص كورنيليوس حسنات وصدقات كله مليح كويسين بس ما بيطلعو قيد شعر الاجتما وما بيخلوه يعطيه سلام القلب محتاج قال له جئت أبشرك بالسلام الذي بيسوع المسيح هذا هو رب الكل كيف بيحصل على السلام يا بطرس قال له له يشهد له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا نعم تعرف سلام القلب ينبع في قلبك في داخلك عندما تدرك هذه الحقيقة بأن خطاياك ماضيا وحاضرا ومستقبلا بيقلي السلام يفيد من قلبك من الداخل نعم أحبائي الواحد يمكن يقول لي يا أخ عطا بعد ما عطيتنا شاهد كتابة من حياة كورنيليوس عن حصول عن حصول شخص على السلام الحقيقي فيك تعطينا تفاصيل من فضلك أكتر على كيفية نوال هذا السلام بأي طريقة منحسن هذا السلام كيف من نال هذا السلام العملية بدى حكم إلهي بدى تداخل إلهي حتى الإنسان ينال هذا السلام ولكن الرغب القلبي موجود في قلبك لازم ترغب في قلبك لازم تريد في قلبك أنك تحصل على السلام والله ما بينزل إلى منظرك الخارجي الله أعطني قلبك يا بني بده قلبك من الداخل عندما بيشوف قلبك من الداخل عنده الرغب لمعرفة الحقيقة للحصول على هذا السلام كن عسيقة الله مش حيتركك نعم عملية بدى حكمة إلهية تداخل إلهية هذا الإنسان حتى الإنسان ينال السلام في يعقوب رسالة يعقوب صحة الثالث عدد 17 و 18 شوفش بيقولك الكلام الوحي قال وأما الحكمة التي هي من فوق فهي أولا طاهرة طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوئة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام برج عبعين أما الحكمة التي منه هي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوئة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام نعم بيرجع بإلنا الحكيم سليمان رأس الحكمة هي معرفة الله بيرجع بإلنا معرفة القدوس فهم رأس الحكمة معرفة الله معرفة القدوس فهم هذه كلها تعطينها اللائحة الحلوة أنتوا لاحظوا شو بتعمل الحكمة مسالمة أول شيء طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوئة رحمة وأثمار صالحة عديمة الريب والرياء يعني من أشياء حلوة مسالة طاهرة تعلمك الطهارة مسالمة مترفقة مزعنة مملوئة رحمة وأثمار صالحة عديمة الريب والرياء رياء يعني بوجك شيء وبقفك شيء نعم هذا هو سلام القلب المنشود وهذا السلام القلبي حيساعدك حتميا في صنع السلام وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام سمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام أحبائي هناك زرع كما هناك حصاد في مبدأ اسمه مبدأ الزرع والحصال الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد تزرع بطاطا ستأخذ بطاطا تزرع فجل ستأخذ فجل تزرع خصام ستنال خصام تزرع سلام ستنال سلام وسمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام ننتبه يا أحبة السلام مش أنه يجاهد الإنسان حتى يبقى في سلام السلام اسمعوا لي منها مش أنك تجاهد حتى تبقى في السلام كيف يعني هناك مين بيجرب يتجنب المشاكل بيقول لك خليني بعيد ريح راسي بيتجرب المشاكل حتى على الخطأ يعني لو في خطأ الطرف التاني مخطئ وماشي أعوج وكذا خليني بعيد عنه يعني اتجنب المشاكل ما بيهم في خطأ عنده ما بيهم بتشوفه بيحافظ على السلام من حوله بيحافظ على السلام بقوته ذاتي بيسموه شخص مسالم شخص بيحب يطر الأجواء فبيعمل جهده حتى شو؟ يدوم السلام بينه وبين الطرف الآخر ولكن هذا مش السلام اللي عم نتكلم عنه هون هذا كويس بس مش هذا السلام عم نتكلم عنه هون صنع السلام منوش جبن صنع السلام منوش السكوت عن الخطأ في بعض الأحيان لأنه تعبنا من الكراهية تعبنا من وجع الراس تعبنا من الحقد والكراهية والضغينة وين وجع الرأس اللي بتسببوا لنا الظروف الصعبة من حولنا شو منعمل؟ منضطر نعمل سلام مع الطرف الآخر هذا مش سلام كويس بس مش سلام صانع السلام لازم ما يسكت في بعض الأحيان صانع السلام مش لح يغطي الغلط والشواز حتى يحافظ على السلام صانع السلام بده جهاد لأنه السلام مش شيء هين تحقيقه صانع السلام لازم في بعض الأحيان يكون هجومة إن اضطر الأمر ولكن بروح المحبة هجومة كيف يعني هجومة؟ بعني بالهجومة مش يقعد يطشم ويهشم بالناس ويمسك السايف وقت عرقاب الناس مش هذا قصدي أنا مش هذا اللي عم بعنيه هون هجومة يعني مقدام هجومة يعني جريء يقدر يواجه المشكلة مش من أشورها ولكن من قلبها من جزورها من الداخل مش من دنبها ولكن من رأسها يعني ما يعمل على حساب الحق ما يشتغل على حساب الحق حتى يحافظ على السلام أبداً هذا مش السلام اللي نحن طالبينه الواحد يمكن يطلب مني قوصف صفات صانع السلام هذا ها؟ طيب كيف سأعطينا صفات أحبائي صانع السلام هو شخص زو أخلاق عالية زو مزايا رفيعة المستوى والشخص اللي بيقوم بصنع السلام هاك شخص توبى توبى لصانعي السلام توبى مش بس توبى ولكن لازم كمان انهني على صنيعه هذا وهو محزوز جداً لأنه الرب بيسميه صانع سلام توبى لصانعي السلام هاك إنسان بيكون إنسان محترف إنسان زاكي جداً لأنه بيعرف كيف يجعل سلام الله اللي في قلبه أولاً ومن ثم خلى سلام قلبه هذا ينعكس بركة على الآخرين إنسان زاكي إنسان محترف إنسان محترم لأنه بيعرف كيف يجعل سلام الله اللي دخل في قلبه أولاً خلى هذا السلام اللي في قلبه ينعكس بركة على الآخرين اللي منحوله نعم في سر حابب أعلنه هون للمشاهدين أكتر الأشخاص أكتر الأشخاص اللي بيجوا لعندي للاستشارة هم من الأخوات ستات أو النساء بيجوا على مكتبة بالكنيسة ليش؟ ليش بأكتر أكترهم يعني بيقدر لكم تسعين بالبيه هن الستات ليش؟ لأن هذه الحقيقة بيعلنها للعالم الست عادة جدية أكتر من الرجل في علاقاتها جدية لكن تصوروا وقت اللي بيجي لعندي الأخت حتى تستشيرني أول ما بيسمع منها أول ما بيسمع منها أنا مش جايل عندك يا أخ عطى لأنه عندي مشكلة أنا ما عنديش مشكلة أنا جايل عندك مشان جاوزة مشكلة زوجي هو المشكلة اللي قاصدتك من أجله انتبهوا تسعين بالمئة من الحالات تجي الأخت تشكى على مين؟ على زوجها هي مش المشكلة زوجها المشكلة بالرغم أنه الستات الأخوات حتى بالإيمان جديات أكتر بالإيمان من الرجال صوروا كل هدف الأخت جايل عندي حتى تحكي لي عن مين؟ عن زوجها لماذا؟ قال حتى جرب ساعده يعدل طريقه حتى يقدروا هو إياها يعيشوا حياة هادية وسعيدة وهنية يعني لو كان الأمر بهالسهولة يا أخوات ولو كان الأمر باستطاعتي أنا شخصيا أني حل المشكلة أكيد كانت رجعت الأخت مطمئنة بأنه كل شيء حيكون على أحسن ما يرام لأنه أنا بقدر لكن تتفاجأ الأخت مباشرة من رد إلها ورد إلها بسيط جدا بديك زوجك يتغير ويصير أحسن أنا ما بقدرش بديك زوجك يتغير ويصير أحسن تغيري أنت أولا تغيري أنت أولا لأنك إذا بتتغيري أنت شوفوا العنوان للحلقة المحبة المغيرة تغيري أنت أولا لأنك إذا بتتغيري أنت طبيعيا حزوجك يتغير طبيعيا تلقائيا أوتوماتيقيا حزوجك يتغير ما بيعود زوجك على أعصابه في تعاطيه معك ما بيعود شخص دفاعي ما بيعود شخص عصبي ما بيعود شخص يعني عنده ردات فعل عنيفة بيجي للبيت للأسف ما بيلاقي إلا النأ والنكد والدردمة بيجي على البيت يعني بيجي بيتفاجأ بدل ما يجي عن زوجي تشيل عن دهره هموم اليوم والزباين والشغل ومشقات اليوم بيجي بيتفاجأ بمستنطق عسكري منتظره بالبيت فعزيزتي تغيري أنت وشوف كيف حيرتاح ومن ثم هو حيتغير نعم هو حيتغير طيب هل هناك قصة حقيقية تدعم قولي هذا هل هناك قصة حقيقية تدعم القول عم بحكيه أنه بدك الشخص يتغير تغيري أنت كان في رجل اسمعوا هالقصة هاي قصة حقيقية كان في رجل مدمن على الشرب كان يشرب كتير فأناعوه يلجأ إلى طبيب نفس حتى يعالجه حتى يعالجه ويساعده على التغلب على إدمانه هذا اختار الطبيب يعني اللي يروح لعنده فالراحل عند الطبيب الطبيب اختار من أمر هذا الرجل شافه رجل طبيعي ولكن مغلوب على أمره فيه غاية فيه سبب مخلاه يكون مغلوب على أمره بالشرب شافه أيضا رجل مجروح متألم جدا في قلبه من الداخل وعم بيحلله نفسيا اجت فكرة على راس الطبيب وهذه الفكرة هي أنه يستدعي زوجته لأنه كان شاكك وكان بده يتأكد هل معقولة أنه الزوجة تكون هي سبب إدمان هذا الرجل معقولة اتصوره اكتشف بأنه السبب الأول لإدمانه هو الزوجة حتى ينساها وينسا الوضع اللي هو فيه كان يعبي راسه ويسكي ويذكر لاش بسبب نكدها الدائم والدردمة والنق والعن مثل المتار البده خراطة طلب منه الطبيب نفس الشي مثل ما أنا بقول للناس اللي بطلبه أنا دائما للأخوات اللي بيستشيروني أنه إذا بدك يتغير شريك حياتك تغيري أنت أولا فيه تصرفاتك معه فيه كلامك معه فيه حديثك معه فيه كل أمر فيه وضعك معه تغيري أنت قالها جربة من فضلك أسبوع واحد جربة أسبوع تتغيري أنت بدل ما أنت تطلب هو يبطل يشرب تغيري أنت بدل ما يجي جوزك للبيت من شغله وتستقبليه بالنكد وبالنق وبالعن استقبليه باحترام وبمحبة واستخدمي معه حنانك الأنثوي يعني أنتو الستات هذه في طبيعتكم استخدمي أنوستك مع زوجك وشوفي اللي حيصير شو اللي حيصير راحت المرأة وعملت بنصيحة الطبيب تاني يوم جات من عند الطبيب تاني يوم أول ما وصل زوجها من الشغل على البان كانت المرأة خلاقة في تصرفها استقبلته بوجه بشوش قعدته على كرسي مريح حبيبي قعد هون مد إجراك شالت له الصبات من إجره الكندرة من إجره حزاؤه من رجلين وجابت ماء فاترة وغسلت له رجلين هي عم تغسلت له رتفتت له هي عم بتقوم بهذا بكل هذا وإذا بتشوف الدمعة في عينه بتشوفه عم بيبكي ولأول مرة من سنين عديدة في الإدمان على الشرب نام ليلتها بدون ما يشرب ولو كاس واحد ومن وقتها تغلب على الإدمان وما عاد يشرب شو السبب؟ السبب هو التغيير البسيط من قبل الزوجة نعم التغيير البسيط من قبل الزوجة هي ارتضت أن تتغير هي بداخلها بنفسيتها تاب السؤال إذا هذا هو الدوى والعلاج يا جماعة أني أنا أتغير في تصرفي مع الآخرين حتى يتغيرهم إذا هذا الدوى والعلاج يا جماعة حتى نحافظ على علاقة طيبة مليئة بالسلام مع بعضنا البعض يعني هل أدي صعبه؟ إذا الإنسان بيتصرف بهذا الشكل الحلو هل أدي صعبه؟ فعليه الرب الحبيب يسوع مغلت أبداً واتلقلنا كمسيحيين توبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون مغلتش بيعرف نعم لأنه جبلنا في بطون أمياتنا بيسأل هون هل صنع السلام إله نتائج وردات فعل؟ إذا أنا صانع سلام هل إله نتيجة صالحة وردات فعل؟ نعم صانع السلام بيخلي بتصرف الإيجابة هذا تحدث ردات فعل إيجابية رهيبة لأنه المبدأ العلمي اللي على طول بنستشهد فيه هون بيقول كتاب لكل فعل أو يقول المبدأ العلمي لكل فعل هناك ردة فعل معاكسة عكسية نعم كل فعل إله ردة فعل فبيخلي بإيجابيته هذا الإنسان اللي عم بيصنع السلام بيخلي الآخرين اللي عم بيشوفوه بيخليهم يتصرفوا بنفس الطريقة الإيجابية اللي تصرف هو فيها فبيخلي الجو يكون شو؟ مشحون بشو؟ مشحون بالفرح والسلام لأنه فعل يولد ردة فعل أنا صانع سلام ردة الفعل في الآخرين حتكون ردة فعل سلام في فليبي صحر الرابع عدد سبع جون رسول بولوس وسلام الله وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع تعرفوا مين هو صانع السلام في الوسط؟ عم بيحكي المسيحيين مين هو صانع السلام في الوسط؟ صانع السلام أنا بيطلق على أحبائي تسمية خاصة بسميه مفصل المفصل الجسم معمول من مفاصل كتف مفصل الكوع مفصل الإيد مفصل الكاحل مفصل جسمنا موصول بعض البعض بالمفاصل الشخص اللي بيعمل سلام أنا بسميه مفصل هذا العضو اللي بيساهم في وحدة البيئة المتواجد في وسطها خدوا مثلا الكنيسة هناك أشخاص في الكنيسة بسميهم أنا مفصل مفاصل بالكنيسة تربط هالمفاصل تربط وبتوحد الأعضاء بعض ببعض بتلاقي العيد عم تشتغل مزبوط الكتف عم تشتغل مزبوط الرقبة عم تشتغل مفاصل في ناس بالكنيسة صانعي سلام مفاصل بالكنيسة نعم هناك آية عجيبة غريبة في سفر نشيد الأنشاد إصحاح السابع عدد الأول بيقول الوحي الإلهي ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم نشيد الأنشاد إصحاح السابع عدد واحد ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم الدوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صانع يا ما هاي الآية بالذات بيحاربوها أعداء صليب المسيح يا ما أعداء الصليب بينتقدوا سفر نشيد الأنشاد بسبب هذه الآية بسبب دوائر فخذيك مثل الحلي بيتهموه بأنه سفر جنسي خلاعي كل هذا بسبب هذه العدد بالذات دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناع لكن الكتاب بيقول لي هايك أشخاص في متة 22 عدد 29 تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله نعم تعبير دوائر فخذيك عمل شوية بلبلة في مخ الكثيرين وخصوصا في تفكيرهم الأعوج تفكيرهم منجس بالأفكار الجنسية خصوصا الغير مسيحيين نعم أكانوا مسيحيين اسميين أو غير مسيحيين وبتعرفوا بالتحديد مين مين عن بعني فلازم نرجع ونعود يعني نلمح بأنه كتابنا المقدس اللي بين أيدينا ما نوشهد الكتاب المكتوب باللغة الأصلية يعني العربي بيقرأ الكتاب بالعربي بس الكتاب ما نكتب بالعربي نكتب باليوناني وبالعبري فكتابنا مترجم من اللغات الأصلية من العبري ومن اليوناني والمشكلة أنه مش الكل فينا بيعرفي إقرأ عبري وبيعرفي إقرأ يوناني للأسف مما اضطر المترجمين أنه يترجموا الكتاب إلى ما لا يقل عن 2600 لغة ولهجة في العالم حتى الكل يقرأ الكتاب المقدس ويفهموا بلغته وهم مشكورين جدا على هذا الجهد العظيم لكن الترجمات فيها كثير من الصغرات فيها إذا صح التعبير ركاكي في التعبير والترجمات العربية اللي بين أيدينا خسرانة لا يقل بين 15 وال20 بالمئة من قيمة معانيها وتعبيرها فعليه لازم نعطي النص الكتاب الأصلي حقه وتلقال في الآية دوائر فخذيكي مثل الحالية لفظ الدوائر فخذيكي بالعربي غلط ما بيعني فيها الوحي الإلهي دوائر الفخذين اللي عم بيسمعني الآن وعنده كتاب المقدس بالإنجليزي أو بالفرنسي سفر نشيد الأنشاد سبع عدد واحد دوائر فخذيكي بالإنجليز جاي أصبت وأوضح ما بيعني فيها شكل الفخذ المدور بيقول بيعني فيها مفاصل فخذيكي مفاصل الفخذ المفصل الركبة بيعني فيه جسم فيه مفاصل تربطه بعضه ببعض الفخذ إله مفاصل تربط بالرجل بالركبة بالحوض إله مفاصل على طول منقول بأنه بالكنيس الكنيسة هي جسد المسيح المنظور على الأرض ونفس اللفظة وردت بالنسبة إلى كوننا أعضاء في جسد المسيح مربطين كلنا بعضنا البعض بمفاصل وربط في أفاس الصحاح 4 عدد 16 بيقول اللازم منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤاذرة كل مفصل نعم مؤاذر بكل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد البنياني في المحبة فالجسد كله موصول بعضه البعض بمفاصل فعلاه بيسأل هذا السؤال هون هل أنا وإنت وإنت هذا المفصل مفاصل فخذيكي هل مفاصل مفاصل الرجلين هي اللي بتربطنا ببعضنا مفاصل اليدين بتربط اليد بالكتف بالرأب اللي بيساهم في السلام بين بعضنا البعض هل أنا هذا الرباط اللي بيربط الأعضاء بعضها ببعض أم بساهم في فصلها وتشتيتها عن بعض البعض يا ما في ناس بيشقوا الكنيسة بيفرقوا الكنيسة شغلتنا مش نفرق نجمع شغلتنا نحن مفاصل في الكنيسة أنا بساهم في فصل وتشتيت الكنيسة أم في ربط الكنيسة برباط السلام إذا كنت مسيحي حقيا اللي بيساهم في السلام بين بعضنا البعض هل أنا هذا الرباط اللي بيربط الأعضاء بعض البعض أم بساهم في فصلها وتشتيتها وإذا كنت مسيحي حقيقي ما عندكش عزر تقول ما بقدرش هذا الفلان ما بقدرش حبه فلان أنا بعيد عنه ما بديش إياه ما بينفعش إذا كنت أنت في الكنيسة عضو في جسد المسيح لازم تكون مفصل تربط الأعضاء بعض ببعض ما تقولش ما بقدرش في المسيحية ما في شيء ما بقدرش ممنوع تقول ما بقدرش لأن الرسول بولوس بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي لي أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي لي عزيزي عزيزتي تستطيع تعال عند الرب إذا عم تتخبط في عدم سلام تصالح مع الله أولا تصالح مع نفسك حتتصالح أوتوماتيكيا مع الآخرين تعال ما تقولش ما بقدرش تقدر أستطيع كل شيء مش في شخصك مش بقدرتك في المسيح أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي لي كل ما يتطلب الأمر تعال عنده زي ما أنت بعارك ومش النق تعال عنده سلمه حياتك حتسمع صوته بيقولك كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا تيجي لعنده صعبها الأد ما أنش صعب كل ما تطلب محل مكان تقاعد بالصالون عندك بغرفة النوم واما كنت ارفع قلبك قل لي يا رب يسوع ادخل لقلبي غسلني بدمك طهرني بدمك أنا فاقد السلام أنا بدي السلام بدي السلام معك أولا بدي السلام مع نفسي بدي السلام مع الآخرين تعال عنده سلمه حياتك حتسمع صوته بيقولك كل من يقبل إليها لا أخرجه خارجا تيجي لعنده سلمه حياتك هل أدي صعبة؟ مش صعبة رب يبارك هالكلمات على ما اسمعنا جميعا أحبائي أحبائي أرجو لكم ملء البركة ونحن على موعد معكم في كل أسبوع كل ثلاثان ساعة أربعة ونصف بتوقيت ديترويت فهواما كنت شوف الفرق الساعات وتابعنا على هذا البرنامج أنتوا لاحظتوا لو عنا برنامج هذا كذا برنامج بيحكي عن كلمة الرب بيعطينا مشاكلنا وحلول لمشاكلنا أنا بحب حدا يتصل مش مزعوج مع حدا عم يتصل أنا مبسوط عم تستمعوا للبرنامج ولكن لو كان برنامج عم بيزم بالآخرين بيحكي بتلاقي التلفونات أجت وبلشت المثبات هذا البرنامج مش للمثبات هذا البرنامج لكي نعلمكم كلمة الله تعال عند الرب واسمع كلمة الرب وحقيقة إذا بالمستقبل بتحب تتصل أنا بلتزب اسمع صوتكم وتشاركونا مشاركاتكم ولكن الآن نحن وصلنا إلى هات البرنامج وأرجو لكم ملء البركة ونحن على موعد معكم أسبوع الجاي ولإلهنا كل المجد همين أحبائي والرب معكم ترجمة نانسي قنقر